موسيقى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم أهلا وسهلا بكم جميعا تقبل الله صيامكم وقيامكم وبارك شهركم وزمانكم في حلقة جديدة من برنامجنا في مدارسة القرآن في رمضان نتحدث في هذه الحلقة عن مدارسة لآية كريمة من آيات سورة الإسراء وهي الآية 61 التي قال فيها سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا هذه الآية في سورة الإسراء وغيرها من الآيات المماثلة في موضوع خلق آدم وأمر الله عز وجل إبليس بالسجود إليه تنفيذا لهذا الأمر الإلهي وإقرارا لكرامة آدم ولقد كرمنا بني آدم فهذه الحلقة إذن في هذه المدارسة ضمن تدبر يسير لهذه الآية الكريمة وما جاء فيها من معان وفوائد والإضاءة الأولى لهذه الحلقة تكريم آدم ومعصية إبليس والإضاءة الثانية الإشارة إلى المقاصد وعدم الاقتصار على الظواهر والإضاءة الثالثة دعوات العنصرية في علاقتها بالامتناء الإبليسي عن السجود فهذه إضاءات ثلاث نؤثث بها مدارستنا لهذه الآية الكريمة فالإضاءة الأولى إذن تكريم آدم ومعصية إبليس والله سبحانه وتعالى كما تعلمون كرم آدم وكرم ذرية آدم وهذا بصريح قوله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم والتكريم هنا تكريم آدمي يتعلق بآدم وذريته أي يتعلق بالإنسان فمناطه وحقيقته أنه تكريم للإنسان باعتباره إنسانا ومن دون النظر إلى لونه وجنسه ودينه وثقافته وإنحضاء منحدره الاجتماعي أو مسقط رأسه أو دولته وقطرة 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 أو ما شابه ذلك من هذه الاعتبارات التي لا ينبغي أن تؤثر في تقرير مبدأ الكرامة الإنسانية الكرامة الآدمية وهذا التكريم الآدمي الإنساني إنما هو تكريم بحسن الخلق ولقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم وتكريم بالمسؤولية والتكليف والمساواة وتكريم بالحرية والاختيار وتكريم بعمارة الأرض وإحياء هذا الوجود الإنساني بالعمل والإنتاج والمصلحة والمنفعة والأنس والبهجة وكذلك التكريم بالجزاء الإلهي وبالحساب الرباني يوم القيامة وبإقامة عدل الله بين جميع الخلق فهذا التكريم إذن بهذه الظروب والمستويات هو تكريم مقرر في شريعة الله سبحانه وتعالى بناء على الأصل القرآني ولقد كرمنا بني آدم فهذا التكريم الإلهي الله سبحانه وتعالى أمر إبليس بأن يسجد لآدم ولكنه امتنع عن السجود وهذا الذي عبرت عنه الآية وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس الملائكة كلهم سجدوا إلا إبليس لم يسجد وقال مع ذلك قال أسجدوا لمن خلقت طينا فامتنع عن السجود بناء كما زعم وكما ادعى وكما تكبر بناء على أن هذا الآدم الذي أمر بالسجود إليه إنما هو مخلوق من طين وهذا الخلق الطيني ليس جديرا بأن يكون موضع سجود من قبل إبليس هذا زعمه وتكبره ورأى أنه أفضل من آدم من جهته أنه مخلوق من النار ولذلك عاقبه الله سبحانه وتعالى بإقابه المعروف بناء على كبريائه وبناء على عنصريته وبناء كذلك على على إعماله الظاهر على إعماله الرأي الظاهري فقد اكتفى بظاهر خلق آدم اكتفى بالظاهر الطيني فلم يلتفت إلى ما وراء هذا الظاهر الطيني من الكرامة الإنسانية ومن المعنى الآدمي لم يلتفت إلى أن هذا المخلوق من الطين هو أيضا مخلوق من روح الله سبحانه وتعالى مخلوق من روح هو من قبضة ترابية ونفخة روحية فالإنسان كما هو معروف هو جسد وروح هو نفس وعقل وروح وجسد وأطراف وشعور وإحساس وعمل وقابلية للعمل وفطرة فإذا هذا المخلوق هو ظاهره أنه طين وجسده هو دم ولحم وأعضاء وأطراف ولكن حقيقة هذا المخلوق أنه روح وأنه نفس وأنه بكرامة إلهية وبرسالة كونية إنسانية فاقتصار إبليس على الظاهر الطيني على الشكل الخلقي جعله يقع في دائرة اللعنة وفي دائرة الترض من رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي نتحدث عنه في الإضاءة الثانية من جهة أن الإنسان لا ينبغي له أن يقتصر في تقويمه الأشياء أو نظره للناس لا ينبغي أن يقتصر على الظواهر من غير أن يلتفت إلى ما وراء هذه الظواهر من المعاني والقيم ومن الكرامة ومن الحقيقة والماهية فلا يجوز لأحدنا أن يقتصر على شخص مثلا أن ينظر إلى لباسه أو أن ينظر إلى لونه أو أن ينظر إلى حالته فهذه الحالة وهذا اللباس قد لا يعطي ولا يعطي في غالب الأحيان لا يعطي حقيقة هذا الإنسان من جهة كونه مثلا من أهل العلم من أهل الخبرة من أهل الفضل من أهل الخير والناس لا يعرفون بأشكالهم بقدر ما يعرفون بجواهرهم وبنفوسهم وبأخلاقهم وبعلومهم وبصفاء سريرتهم وسلامة قلوبهم فلا يجوز لأحدنا أن يقتصر في حكمه على شخص أو على دولة أو على مؤسسة أو على جمع إنساني أن يقتصر على الظاهر لأن الظاهر من غير رده إلى المعنى فهذا اقتصار على ظاهر قد يحدث ما أحدث لإبليس من جهة وقوعه في الظلال والترض من رحمة الله سبحانه وتعالى لذلك أقول بأن الالتفات إلى المعاني والمقاصد من الأهمية بمكان العبرة للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني هذا في جانب المعاملات وفي بعض الأحكام الشرعية أيضا كما قال علماؤنا المقاصد أرواح الأعمال ومعاني الأحكام والمقاصد هي أرواح الأعمال هي أعمال القلوب هي أعمال البواطن هي النية هي القصد هي الإيمان هي الطمأنينة هي الحكمة والتعقل واللب ولذلك عدت المقاصد أرواحا للأعمال وعدت المعاني وعدت المقاصد معاني للأحكام بمعنى أن الحكم الشرعي بمعنى مقاصدي بمعنى مصلحي بمعنى لغوي بمعنى خلقي وكذلك بظاهر لفظي وبظاهر في الكلام وفي الصيغة وما إلى ذلك مما ينبغي أن يجمع فيه الظاهر مع المعنى أو المبنى مع المعنى كما قرر ذلك العلماء في نصوصنا الشرعية وفي ظواهرنا الإنسانية وهناك آية أخرى قد نخصص لها مدارسة في حلقة من الحلقات ويقوله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فأشارت هذه الآية إلى الاقتصار على الظاهر في وضع الدنيا وعدم الالتفات إلى ما وراء الظاهر الدنيوي الذي هو المعنى الأخروي الإضاءة الثالثة هي تتجدد هذه الظواهرية الحرفية هذا الامتداد لإبليس ولمنهجه الظاهر التعسفي الذي اقتصر فيه على الظاهر الطيني من غير أن يلتفت إلى كرامة آدم هذه الدعوات العنصرية والشعبوية واليمينية المتطرفة وسائر الدعوات العرقية أو دعوات التطهير العرقي والاستفاء الخلقي كما هو مقرر في كثير من النظريات العدوانية العنصرية الاحتلالية هذه الدعوات وأمثالها إنما هي دعوات بامتداد للظاهر الإبليسي والاقتصار على الشكل وعلى اللون وعلى المظهر من غير أن يكون هذا الإنسان بوصفه إنساناً أن يكون هو الإنسان المحترم هو الإنسان الكريم ولذلك الكيانات الظالمة والاستبدادية والاحتلالية والدعوات العنصرية اليمينية التي تقيم نظريتها على أساس التمييز العنصري وعلى أساس التطهير العرقي وعلى أساس الاحتلال على الخصوصية وعلى منع الصفة الإنسانية والمواطنة على أساس الإنسانية كل هذا دعاوة باطلة ونزعات منقوتة مذمومة وهي داخلة في إطار الظاهر الطيني الذي عامل به إبليس آدم عليه الصلاة والسلام خلاصة القول في حلقتنا هذه أيها المشاهدون الكرام أن نجري هذه المدارسة في هذه الآية وأمثالها من الآيات وكل واحد فينا يقرأ ما تيصر من كتاب الله تعالى في يومه وليله في رمضان وفي غير رمضان ودعوة لكل من يقرأ كتاب الله تعالى أن يتدبر ما يقرأ وأن يدرس ما يتلو لأن المدارسة مع التلاوة هي الأصل في كتاب الله تعالى أما التلاوة بمعزل عن المدارسة فهذا جزء من أصل القرآن وليس يعبر عن حقيقة القرآن من جهة تحمله من القار والعامل من الرجل القرآني والمرأة القرآنية والشاب القرآني والشابة القرآنية فكل واحد مننا له حفظه في هذا الكتاب العزيز بتلاوة مباركة ومدارسة مباركة موفقة محررة ومحققة أشكركم على متابعتكم حلقتنا هذا على أمل اللقاء بكم في حلقة قريبة بإذن الله جل وعلا إلى ذلكم الحين أستودعكم الله وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل هذا الصيام والقيام وأن يرحم الأباء والأمهات وأن يبارك في بلادنا وأمتنا وأن يبارك في كل شعبنا وفي علمائنا وفي كل من يتعلق به خير وعمل وهداية وتوفيق نسأل الله البركة للجميع ونسأل الله التوفيق والتسديد إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة